من داخل المملكة المغربية ومن خارجها لم يخفت قطو صوت الأحرار المغاربة المناهضين لتطبيع المخزني مع الكيان الصيوني مذ أعلن عنه أواخر العام 2020 ما بين زيارات متبادلة واتفاقيات سياسية وأمنية واقتصادية وفعاليات وأنشطة ثقافية يستمر مسلسل التطبيع المغربي الرسمي مع الكيان الصيوني ودون ما خجل تخرج الحكومة وقد تكشفت سوآتها لتمعن في تجاهل المطالب الشعبية الرافضة لتطبيع مع الكيان الصيوني وطبعا مجموعة من الدول هي التي تجيب قائمة الدول الراغبة في زيارة بلادنا عن طريق التأشير الدولة الأولى هي إسرائيل المرصد المغربي لمناهضة التطبيع قال إنه مع موجة التطبيع الجديدة وهبوط المشهد بالمغربي إلى أحط من التطبيع الكلاسيكي التقليدي وقاع الصهينة الشاملة والمباشرة فإن من وصفهم بأزلام التطبيع تغيرت طرق مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات التطبيعية وأخذت منحا تصاعديا مشيرا لما أقدمت عليه المغنية المغربية سناء مرحاتي التي انتقلت حسبه من المشاركة في أمسيات تطبيعية بعناء الملحون والطرب الأندلسي التقليدي مع صهاينة داخل المغرب وفي الكيان إلى أداء أغاني الحركة الصهيونية المؤسسة للكيان وجيشه الهبوط المخزني إلى قاع الصهيانة في المغرب يقابله ارتفاع في أسعار المحروقات والمواد الغذائية ارتفاع منفك يدفع بالساكنة إلى الشارع رفضا للغلاء وسط تنامي الغضب الشعبي الذي يرفع شعار أخ نوش إرحل للمطالبة بإسقاط رئيس الحكومة هذه الحكومة تنصت لجميع التعبيرات كيفما كان نعديلها وتستمع إليها بإمعاني شديد وتبدو القصارى جهدها بش تفعل وتجاوب وتدير جميع الإجراءات اللي يمكن أنها تخفض من الأسعار دي الجملة من المواد لعرفات ارتفاعات اختلالات اقتصادية لم تعد تخفى على ذي بصر أو بصيرة داخل المغرب ترتفع معها أصوات مغربية تطلب حكومة عاجزة حسبها عن التعامل مع الغضب الشعبي بتسقيف الأسعار وإصلاح النظام الضريبي ترجمة نانسي قنقر